اجرى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال عن خالص تعازه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في وفاة شقيقه سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله دعين الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه واسرة المكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان واشهد سموه حفظه الله بمناقب الفقيد الراحل في تحقيق النماء والاززهار لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها طوال مسيرته الحافلة بالعطاء وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن بلغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعازي ومؤسات سموه وما أبداه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ضارعا إلى المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بدوام الصحة وموفور العافية